هنروح برضو خبر لإعلاقة بكرة التقارير في النادي الأهلي يوسف صافي يوسف حمد الصافي أحد الناشئين أو ناشئين النادي الأهلي اللي طلع إعارة السنة دي خارجية لبيت روجيت على ما أتذكر صح حول يا جماعة لو كنت بقوله غلط طلع إعارة بت روجيت سنة جاله عقد يلعب في فرنسا في نادي استاد بوتفين الفرنسي لمدة سنة واحدة النادي الأهلي وفق له فورا مش عشان مش محتاج يوسف يوسف العيب مؤثر جدا وابن الأسطورة الكبيرة الكبيرة طبعا يوسف حمد الصافي أو حمد الصافي ولكن شاف النادي الأهلي وكابتن محمد مصالح حميدو إنه لو اللاعب تلعب في الدورة الفرنسي لعب مباريات واستفاد وخط خبرات هيرجع يفدي النادي بتاعه هو ده النادي الأهلي وده الفكر اللي عن لونجرون ممكن اللاعب ما يشاركش معايا كتير السنة عشان عندي لسه لعيبة في مراكز كتيرة بس أبعاته أوروبا وياخد خبرات طب لا الفرقة دي الفرقة دي ترتيبها كبيرة التامنة على الدورة الفرنسي يعني فرقة محترمة جدا والنادي ده أعلن كمان عن تعاقده مع يوسف حمد الصافي وأعلن كمان إنه هيطهاقت مع لعبين تانيين صغار السن هم عندهم ثقافة دلوقتي بيدوروا على اللاعبها كلها اللي هو 21 سنة اللي موجودين في المكان أو في القرية حاولهم عشان يستعينوا بهم عشان يداروا يحققوا نتيجة كويس هنتابع النادي يا حمدي يا كابتن حمدي وهنتابع النادي يا يوسف وهنشوف آآ آآ انتوا عامل ايه معاهم إن شاء الله وكده هنجيب لكم أخباره أول